ايه بقى اللي بيدور في النادي الاهلي قبل مواجهة الودادي يوم الحد ان شاء الله تعالى اقول لك مرسل كل الاجتماع مع اللعبين والقى محاضرة طلب فيها ان يقوم كل اللعبين ومشاهدة مباراة الزهاب اكثر من مرة ليتأكدوا ان الاهلي كان الافضل في كل اوقات المباراة وكان يستطيع الفوز بنتيجة اكبر كما ارسل لهم عبر جروب باتساب الصورة التي ظهرت على شاشة التلفزيون وظهرت ان الاهلي استحوازه وصل الى 82% اثناء المباراة كل الطلب من الجهاز المعاون تحليل مباراة الزهاب وتحديدا توقيطات هجوم الوداد على الاهلي ومناطق الهجوم التي يشنها الفريق على الاهلي اثناء تلك التوقيطات كل الطلب ايضا من محلل الاداء الخاص به عمل ملف خاص لكل لاعب يحتوي على الاخطاء التي قام بها اثناء المباراة مع شرح الطريقة الصحيحة لتلاشي هذه الاخطاء في نفس المواقف حلو هو ده الكلام ده بيحصل بشكل دوري بس اهتمام اجبر طبعا من مباراة الاخيرة هناك تلات مسؤولين من الاهلي سافروا اليوم مسرساء الى المغرب من اجل متابعة التجهيزات لمباراة الاياب امام الوداد على ان يسافر الفريق يوم الخميس المقبل مران عطية عانى من كدمة قوية على مستوى الكتف بعد مباراة الزياب لكن احمد ابو عبلا طمأن كولر ان اللاعب بحالة جيدة وجاهز بشكل طبيعي في الاياب طبعا لا مران عطية لا لازم موجود ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحميه يعني الخبر الحالو ان محمد الشنية وعليد في اصباحها جاهزين بشكل كامل للمشاركة في المباريات وقرار مشاركتهم من عدمه في يد كولر وين كان يعني وين كان يعني مصطفى شبير كفى واوفى بشكل رائع جدا في مباراة الزياب بس يبقى حلو ان مصطفى يبقى جاهز حلو ان علي يبقى جاهز وبالتأكيد حلو جدا ان محمد الشنية ويبقى جاهز بالمناسبة اصبحت هناك احاديث بتقول ايه بتقول بما ان مصطفى شبير اجاد في مباراة الزياب طبعا يلعب مباراة العودة حتى لو الشنية وجاهز بصوا جمعا لو انت رحت سألت مصطفى شبير وقلت له لو الشنية وجاهز وانت جاهز من اللي يلعب مصطفى شبير هيقول لك شنية خبرات وثقة وقائد وتفاصيل كثيرة جدا بعيد عن الامور الفنية اللي مصطفى شبير قدمها بشكل رأى والامور الشخصية اللي قدمها بشكل رأى برضو في مباراة الزياب بس ده طبيعة جماعة يعني لو مثلا ايه تيبو كورتوه حارس للمدريد الحارس البديل شاركة الترارين في المباراة فأيه جاد لما تيبو كورتوه هيرجع هيرجع اساسي عشان بس فيه بيحصل كده اللي هو ايه جدل من حيث لا تدري اللي هو حد يحاول يعمل ايه جدل او ايه سؤال جدري لأ لو الشنية وجاهز هيرجعب اساسي لو مش جاهز فمصطفى شبير كان رائع في مباراة الزياب وان شاء الله يبقى رائع في مباراة العودة ولو علي لطفي حتى شاركة هيبقى رائع برضو هيبقى جايد بشكل كبير جدا مش محتاجة حكاية يعني نكمل مع النادي الاهلي ودارة النادي الاهلي الساعات اللي فاتت حرصت على التواصل مع بعض المسؤولين في الاتحاد الافريكي عشان يعرفوا حقيقة اعتزال الاسيوبي بملكة سيمة الحكم اللي هيدين ان شاء الله مباراة العودة يوم الحد في نهاية دول الابطال ادارة النادي الاهلي طالبت بالحصول على ضمانات كبيرة خصوصا خصوصا انه لو الحكم اعتزل فعليا بعد المباراة هتبقى حياة غريبة جدا خاصة لو ارتكب اخطاء فادحة في المباراة بالمناسبة بالمناسبة ما يديه على الاهلي وعلى الوداد يعني لو الحكم هيعتزل بعد المباراة فالاهلي متضرر والوداد متضرر اللي خاصة هيبقى متضايق بالمناسبة يعني وبالمناسبة برضو بحسب معلوماتي ان الحكم الاسيوبي مكمل لـ 2024 بحسب معلوماتي بحسب معلوماتي مش هيعتزل بعد هذه المواقع بس حتى لو اعتزل يعتزل الضرر هيبقى على الاهلي وعلى الوداد ما تشغلش بالك بالحكم ما تشغلش بالك بالحكم اللي قدر يقول لك بس انه مع باملك سيميا اللي هو الحكم اللي هيدين مباراة الفاينال اللي هو حكم الاسيوبي الشهير جدا شكله معروف جدا الاهلي معاه كانت نتائجه يعني ايه لا فيها ايجابيات على طول ولا فيها سلبيات على طول هو في التوازن يعني كسب الاهلي او مش كسب يعني معاه الاهلي كسب ومعاه الاهلي خسر ومعاه الاهلي تعادل تعالوا نشوف نتائج الاهلي مع باملك ونقول ان شاء الله اللي جاية تبقى فوز تعالوا نشوف الاهي لعب مع باملك تسع مباريات فاز في تلاتة يعني أقل من خمسين في المية تعادل في أربعة وخسر في مباراتين أشهر للنادي الاهلي في المباريات اللي أعضرها ستاشر بطاقة صفراء والحمد لله ما فيش ولا بطاقة حمراء على فكرة أنا بحب الحكم ده سيبك بقى من بص أنا عارف أنه كله بيمسك في لقبة الحكم قبل ما يلعب أصلا أي مباروة كده بس أنا بحترم الحكم ده الحكم ده من الحكام اللي أنا بتصور أو أتوقع إنه حكم بين قسين كده عنده ضمير تلاقش منه ممكن يغلط وارد بس عنده ضمير وما بتقصرش بضغط جماهيري المهمة إحنا بس نبقى مركزين بإذن الله يعني طيب موسيقى